السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصص القرآن بمناسبة الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فالحمد لله المهيم المنان والصلاة والسلام على حبيبنا العدنان وعلى آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم القيامة بإحسان ثم أما بعد فإن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى نصل إلى آخر حلقة مع المجموعة الثانية المكونة من من السيدة مروى كحلي كحلي نعم والسيد عبد الرحيم بوحفراد والسيدة شيماء بالوافي والسيد مصطفى ماني أهلا وسهلا ومرحبا بكم كنا في الحلقات الماضية تحدثنا عن ست قصص من القرآن الكريم وهي كانت قصة أصحاب الجنة وقصة قصة أصحاب القرية وقصة أصحاب السبت وقصة بقارة بني إسرائيل وكذلك أصحاب الكهف و أصحاب السبت بالقرنين ممتاز فلما تحدثنا عن قصة أصحاب الكهف تعلمنا شيء نحن دائما لما يكون واحد مصاب بالفشل والكسل نقول له أنت مثل أصحاب الكهف فنتعلمنا أن أصحاب الكهف شو هما وناس عاديون مو بس عاديين هما وناس يعني جد نشطين وأهل عطاء لأنه كانوا في قوة شبابهم فقط أنهم أنمهم الله لأنهم هاربوا خشية الفتنة صح كذلك تعلمنا من قصة ذو القرنين أنه ذو القرنين كان ملك لكن لم يكن ظالم وكان متواضعا فتعلمنا أخذنا منه صفة صفة التواضع ماشي كذلك لما تحدثنا عن قصة أصحاب السبت فهما أصحاب السبت كانوا أهل أهل تحايلوا غدر فهما الله سبحانه وتعالى حرموا عليهم الصيد يوم السبت فتحايلوا فشو عملوا يا شيما أخذ صيدوا بيوم السبت لا شو عملوا هو كانوا يصيدوا يوم السبت بعدين رب العالمين حتى يمتحنوا قالوا لا تصيدوا يوم السبت فتحايلوا صاروا يوضعوا الشبكة يوم الجمعة ويخلوا السمكات يدخلوا فيها وبعدين يوم السبت يوم الأحد يأخذوها فيخطوا يوم الجمعة والسبت ما بيجوا يخلوها تدخل في الشبكة ويوم الأحد يجي أخدوها فتحايل الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أرجعهم قيرتوا وخانه وتعالى بارك الله بك يا ابن عبد الرحيم كذلك كان في أصحاب القرية الله سبحانه وتعالى أول مرة بعدت لهم بعدت لهم رسولين ثم لما كذبوا كذبوا شو عمل رب العالمي جل في علا أرسل إليهم رسولا تالي آمنوا لما لا كان فيهم واحد آمن فشو تمنى بعد ما مات تمنى أن يريد يرجع القوم حتى يعرفوا أنه في جنات النعيم ناشي صح وكمان عن مين حكينا؟ عن بقرة بني إسرائيل لما جابوا البقرة اللي لما دبحوها وضربوا بها الرجل إيش صار لما كيف اكتشفوا أنه الرجل يا مصطفى كيف اكتشفوا أنه الرجل قتله ابن أخيه؟ كيف اكتشفوا؟ اكتشفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا حبيبي حبيبي شلون اكتشفوا مين قالوا أنه هذا الرجل قتلوا ابن أخه؟ مين قالوا؟ ضربوها بجزء من البقرة اللي ذبحوها مبدأتك عودمات؟ ضربوها بنصف بقرة وبعدها هو استيقظ أحياء رب العالمين؟ استيقظ وقال له وأشار وآشار إلى ابن أخيه فعلموا أنه مين جابوا هديك البقرة؟ الإنسان اللي جابوها من عنده كان يتصف بإيش؟ يا مصطفى مصطفى كانت البقرة عند رجل عند ابني ذلك الرجل الذي كانت البقرة عند رجل بار بوالديه قلنا هكذا عليش لا بأس فطيب مين يحفظ الآية اللي تحكي عن أصحاب القرية؟ حافظينها؟ مين حافظها؟ حافظينها يا شيمة؟ وضرب لهم وضرب لهم مثل الأصحاب السعالة بسم الله هاتي نشوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رحمن الرحيم وضرب لهم مثل أصحاب السبت أصحاب القرية وضرب لهم مثلا أصحاب القرية وليس أصحاب السبت أصحاب القرية إذ إذا أهل مرثدون ناشي طيب مصطفى الآية اللي بتحكي عن سيدنا دي القرنين شو هي ويسألونك ويسألونك عن دي القرنين ويسألونك عن دي القرنين إذ جاء قل سأتلو منه دكرة يا سيدة مروى في عنا أي حافظ الآية أصحاب الجنة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا إذا أقسموا إذا أقسموا ليصر منها المصبحين صدق الله العديل أول آية تحكي عن أصحاب الكهف حافظها يلا حبيبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتها؟ والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بارك الله بك يا مصطفى تحفظ الآية التي تحكي عن بقرة بني إسرائيل أول آية من الأصحاب وإذ قال موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يا مركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هجؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فتح الله لك حبيبي بارك الله صدق الله العظيم يا عبد الرحيم أصحاب الكهف كم بقيوا في الكهف؟ كم بقيوا؟ ما حلقة بقوا في الكهف؟ ألف و... ثلاثمية؟ ثلاثمية وتسعة بارك الله بك حبيبي وهيك نكون إن شاء الله وصلنا بعد ذكر بعض الحكم والأحداث من ست قصص من القرآن الكريم نصل إلى نهاية بعد النهاية وبعد النهاية والتكريم نصل إلى فاصل ثم نواصل موسيقى عدنا والعود وأحمد دائما مع الجوائز والتكريمات وإعلان المراتب والنتائج وإن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم مع إعلان نتيجة أول فائز في هذه المسابقة وهو ابني الغالي مصطفى ماني ومثل المرة الماضية يعني نشكر شركة كوندور فجزاهم الله خيراً وانا نكرم الإبن مصطفى فتفضل يا ابني مصطفى هميئن لك حبيبي ثم تعود المرتبة الثانية للأميرة شيماء بالوافي وشكراً لشركة كوندور وهنيئاً لك يا بنيتي شيماء بالوافي إن شاء الله دائماً تشاركي معنا ودائماً فائزاً ثم تعود المرتبة الثالثة لبنية الغالية مروة كحلي دائماً شكراً لشركة كوندور جزاكم الله خيراً الضالية مروة هكذا إن شاء الله دائماً فائزة هنيئاً لكي بنتي تعود المرتبة الرابعة للحبيب عبد الرحيم بوحفراد نعم كذلك لوحة إلكترونية دائماً وألواح إلكترونية وهذا زمانها هنيئاً لك يا ابني عبد الرحيم إن شاء الله ألف مبارك إن شاء الله نشوفك إن شاء الله في أعلى المراتب تفضل حبيبي ونصل بالتكريمات إلى ختام هذه الحلقة إلى حلقات قادمة بإذن الله إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر